اهلا بكم اصدقاء انيمي في كلمة ونص كل سنة وانتو طيبين يا رب دايما وبإذن الله تكون السنة الجديدة سنة سعيدة عليكم وتحققوا فيها كل اللي انتو بتتمنون سنة 2022 نزل فيها مجموعة كبيرة ومتنوعة من افلام الانيميشن منها لقصته كويسة وجميل ومنها برضو اللي كان ضعيف شوية وفيه منها لقصته وما فيمشيش معانا ولا مع دماغنا فعلشان كده تجنبنا خالص في الفيديو ده هتلاقوا ملخص لأفضل أفلام لنزلت السنة دي ولو انت شايف ان فيه فيلم نزل السنة دي المفروض يكون موجود معانا واحنا ما عملناهوش ياريت تسيب لنا كومنت باسمه واحنا هنحاول بإذن الله ان احنا نعمله قريب هسيبكم على الفيديوهات شكرا ليكم قصتنا النهاردة بتبتدي سنة 1982 عن السنجابين دولي وهما من أشهر شخصيات الكرتونية لوالت ديزني ويبدأ في المينة بديل وهو رايح أول يوم مدرسة وهو متوقع انه يتصاحب على ناس كتير بس بسبب حركة رخمة منه بيخد بسببها كل اللي موجودين على ما بيجي وقت الغداء محردش بيبقى طيق بس بيظهر له تشاب وبيقعد معاه وواضح انه هما خلاص هيبقوا صحاوه وبينسجموا جدا مع بعض وبيبقوا زي الإخوات وأكتر وبيبقوا متميزين كمان في عروض المواهب اللي خلتهم أول ما يتخرجوا من المدرسة يسافروا على هولويد على طول وبعد شوية أدوار صغيرة وبسيطة بتجيلهم مكالمة بتغير حياتهم للأبد وبيعملوا بطولة مسلسل باسمهم ودي بطاق انطلاقهم سنة 1990 وديلوقتي بيحتفلوا بمرور تلات سنين على مسلسلهم الناجر بس بعد الاحتفال ديلبي يفاجأ تشيب ويقوله انه هيعمل مسلسل جديد لوحد وتشيب يستغرب جدا بس ديلبي يقوله انه خلاص زه انه يبقى رقم اثنين وعايز يبقى رقم واحد بس اللي حصل غير كده خالص المسلسل بتاعهم اتلغى وكمان المسلسل بتاع ديل اتلغى وكمان من اول حلقة وبنيجي بقى الوقتنا دلوقتي وبيكونوا في مهرجان الرسوم المتحركة المشهور ودي الواضح انه مش لاقي شغله عايش على الماضي وبيبقى واحد في جنبه ونسخد سونيك القبيح ولو تفتكروا ده شكل سونيك اللي والد ديزني كانت نزلته والناس اعتردت عليه فغيروه بعد كده لشكله دلوقتي وطبعا بيبقى فيه سف السنين عليه في الوقت اللي بنشوف شب وهو بقى موظف شرك التأمين بس واضح انه بيبقى منعزل بحياته وما بيحاولش يصاحب اي حد تاني وبيرجع البيت بتاعه مع جهزة موظف الشهر اللي عنده منها وبيجيله مكالمة تليفون من مونتي صاحبه من ايام المسلسل اللي بيطلب منه ان يجيله البيت علشان عايزه في حاجة ضرورية وفعلا بيروح له بس واضح انه بيبقى مستخبي من حد وبعد ما بيسلمه على بعض مونتي بيقوله ان فيه عصابة خطيرة بتجري وراه علشان ليهم عنده فلوس وبيطلع مونتي متصل بديل هو كمان اللي بيجي وبنشوف الفرق ما بين شكلهم علشان دل الايه عمل نفسه 3D والاتنين بيتكلموا مع تشيب ان هم يرجعوا المسلسل تاني علشان يحلوا مشاكلهم بس تشيب ما بيرضاشه وبيسيبهم وبيمشي وهو في الشارع بيفضل يفكر في كلامه ولما بيروح شقته دل بيتصل بيه ويقوله ان مونتي تخطف والشرطة عايزانا علشان احنا اخر ناس شوفناه وبيروحوا بيت مونتي ويتكلموا مع الزابط اللي بيسألهم هو كان ليه اعداء فاتشيب بيقوله على العصابة اللي مونتي كان بيستخبى منها والزابط بيقوله دل عصابة خطر جدا وزعمها على طول متفوق علينا وان فيه ست شخصيات كارتون مخطفين الشهر ده والشرطية دي بتكون واحدة من معجبين المسلسل القديم بتاعهم وبتقولهم ان صاحبك قدامه يومين قبل ما يختفي وانهم كشرطة مش عارفين من المكان اللي العصابة بتخبي فيه اللي بيخطفوهم بس هما لو دوروا ممكن يلاقوا المكان وهيلقوا صاحبهم هناك وديل بيفضل يتحال على شب ان هما يدوروا عليه زي ما كانوا بيعملوا في المسلسل وهم بيتكلموا شب بيشم ريحة الجبنة المعفنة اللي مونتي كان بيشتريها من العصابة ولما بيلاقيها بيبقى مكتوب عليها اسم المحل الاشترا منه وبيقول لديل احنا هنروح المحل نعرف المكان ونبلغ الشرطة وبس كذا وبيوصلوا للشارع اللي في المحل وبيبقى باينوا ان شرع لطيف ومليان بشخصيات رسوم متحركة كتير وحاجات حلوة كده وبيوصلوا فعلا لمحل الجبنة وبياسألوا على الجبنة المعفنة اللي واضح ان هي من الممنوعات عندهم ولما بيدخلوا بيوري صورة صاحبهم للراجل صحب المحل وبيسألوا عليه بس هو بيفكرهم من الشرطة بس ديل بيعرفوا ان هما ممثلين فبيقول له اه زعيم العصابة بتاعنا بيحب الممثلين وبيربطهم ويحطهم في عربية عشان يرحوله وبيوصلوا للمكان واحد بياخدهم علشان يدخلهم لزعيم العصابة اللي لما بيدخلوا عليه بيتفاجأوا ان هو بيتر بان بس بيبقى شكله كبر وتخن واصلاع كمان وبيتر بيحكي لهم ازاي كان نجم وهو صغير ولما بدأ يجبر راموه فعمل فيلم لنفسه ونجح فكرر انه يعمل افلام مقلدة للشخصيات اللي هو بيختار وانه جاء الوقت عشان يخليهم يمثله تاني وطلب من الدوب ده انه يمسكهم بس بينجحوا يهربوا منه ويدخلوا الحمام ويقفلوا على نفسه وكانش قدامهم بطريقة واحدة الهروب فقزحوا هما الانتين في التواريته وشدوا سفون على نفسه وبينزلوا في المجال اللي كان هيغرقوا فيها بس في الاخر نجحوا انه هما يطلعوا وديل بيقول لتشيب ما استفدناش احنا اي حاجة من المشوار ده غير اعرفنا ان بيتر بان اللابس نفس ساعة التمرين اللي انا لابسه واللي بيعرف تشيب من ديل ان هي بتسجل خطواته طول اليوم فبيروحوا للشرطية اللي بيساعدهم ويقولوا لها على الساعة وانهم لو عارفوا يجيبوا ساعة بيتر هيعرفوا منها المكان اللي بيخابوا فيه شخصيات الكرتون اللي خطفينها بس يا بتقول لهم انا مش هعرف اعمل انا اي حاجة علشان السنة اللي فاتت مشيت ورا معلومات غلط ووردت فريقي وديل بيقول لهم تعال اريكم حاجة وبيبقى محتفظ بكل تذكرات المسلسل القديم وعمل خريطة كمان للاماكن اللي كان بيتعرض فيها المسلسل بس تشيب يلاقي ان المكان اللي الشرطية عاشت فيه ما كانش اصلا بيتعرض فيه المسلسل زي ما كانت بتقول بس هي بررت له بان جدتها كانت بتسجل لها الحلقات وتبعتها لها والشرطية بتقول لهم ان بيتر بان بيروح حمام روسي كل يوم واربع ففكروا هتخشوا هناك ازاي فبيتنكروا في زي فران وبيدخلوا على اساس ان هم بتوع سباكة والشرطية بتساعدهم من بره بالسماعات وبيعرفوا يوصلوا البيتر بان اللي بيقلع ساعته وبيحطها في الدولاب بتاعه بس لما بيجوا ياخدوها ويظهر لهم التعبان ده اللي بيضطروا يغنوا علشان يشغلوه وبيعجوا ساعة بيتر بان وبيرجعوا للعربية اللي فيها الشرطية وبيوصلوا الساعة وبيعرفوا ان كان صاحبهم والشرطية بتبلغ الكوات ان هم يروحوا على هناك وبيروحوا يدخلوا المكان وبيلاقوا فيه صور لشخصيات كرتون وجنبها صورتهم بعد التعديل وبيبقى في الجهاز اللي بيعدل كمان واللي بالغلط شب يدوس على زراره وبيشغله وبيتحبس هو دي الجوة الجهاز اللي بدأ يشتغل علشان يحولهم بس هم بيفضلوا يتشقلبوا والجهاز ما بيعرفش يحولهم الا ودن واحدة من شب تحول اللي ودن سنوبي ولما بيخرجوا بيلاوا اجزاء من كل الشخصيات اللي اتحولت ومنهم شنب مونتي صاحبهم فبيعرفوا انه كده خلاص وبره المكان بيبقى واقف بيتر بان وعصابته اللي بيقولهم انهم مش هيروحوا في اي حتة غير لما يختفوا السنجابين دول وشب وديل بيروحوا مركز الشرطة بس وهم هناك بيشموا ريحة مونتي المميزة ولما بيمشوا وراها بتوديهم لمكتب قائد الشرطة اللي بيكون معاه الشرطية اللي بتساعدهم وبيهربوا من المكان بسرعة وديل بيبقى معتقد ان رئيس الشرطة هو للي علاقة بالمجرمين اما شب كان رأيه انها الشرطية دي وانه كان شاكك فيها من بدري وبيروحوا مكان شغل ديل علشان يلاقوا حد يساعدهم بس الاسابة بتكون وراهم وتفضل تطردهم والشخصيات التانية بتحاول تساعدهم والدب بتاع الاسابة في الاخر بينجح انه يمسك شب وديل بيهرب منه وبيأخذوا البيتر بان في المكان اللي في جهاز التحويل وبتدخل عليهم الشرطية علشان تنقذوا بس بيظهر من وراها القائد وهو بيهددها فبنعرف ان هو الشرير زي ما ديل كان متوقع وكمان هو اللي كان مدي للشرطية المعلومات الغلط قبل كده وعمل لها مشكلة في الشغل وديل بيبقى مش عارف يعمل ايه لما الشرطية بتتصل عليه وتقوله ييجي قابلها في المكان اللي واحد وبتقوله اسم حلقتها المفضلة في المسلسل بتاعه وديل بيتفرج على الحلقة اللي كانت شبه اللي بيحصل لهم فبيفهم ان هم مخطفين ان قائد الشرطة هو اللي شغل مع العصابة وبيخرج علشان يروح لهم بس بيلاقي عربيته عطلانة فبيروح لشخصيات اصحابه علشان يساعدوه في نفس الوقت اللي بيتر بان بيبقى بيحط شبه على جهاز التحويل وديل وصحابه بياخدوا طيارة ويروحوا علشان ينقذوهم وبيجيلوا تليفون شغل بس المرة دي بيقولوا ان صاحبه اهم من اي حاجة وفي الوقت اللي بيكون بيتر بيوزبط الجهاز علشان يحاول شب ديل بيكون ركب صاروخ ودخل عليهم والصاروخ بيخبط في القالة ويوقفها قبل ما تحولت شب وبيتر بان بيمسك شبه ويهدد به ديل والشرطية بس بيحاولوا يتكلموا معاو يهدوه بس فجأة القالة بتبوزه بتبدأ تسحب اي حاجة مع ده النحيط لحد ما في الاخر القالة بتنفجر وبترميهم كلهم على الارض بس الجزء بتاع التحويل بيبقى لسه شغاله وبيضرب اشعة التحويل على بيتر بان اللي بيتحول لوحش كبير ويفضل يطارد ديل وشب والشرطية بتبقى بتطارد رئيس الشرطة الخاين وبيتر الوحش بيبقى لسه بيجري ورا ديل وشب في استوديو التصوير والشرطية بتنجح ان هي تجمد رئيس الشرطة اللي كان عبارة عن سلصال وبيقعوا وبيتكسر وبيتر لسه بيجري وراهم لما ديل وشب يجي لهم فكرة خطة من حلقة من مسلسلها وبينفزوها وبيقدروا يشغلوا الوحش وبيفضل واقف في الحتة اللي هم عايزينها بس للأسف بيشوفهم وكان خلاص هيدرب عليهم ويموتهم وفجأة بيظهر ثنق القبيح مع طائرة للFBI وبيشغلوا الوحش لحد ما تشب يسعب ديل ان يفكوا حمولة الرفعة اللي معوجودة فوق الوحش وبتنزل عليه وتقعوا على الارض وما لقى الFBI بيجوا وبيقبضوا عليه بس بيفلت وبيضرب قذيفة عليهم وديل بيفضي شب وبيقفوا قدامها وبيقعوا على الارض وتشب يحاولي فوقه وبيقعدوا يحكيله وهم صغيرين في اول يوم مدرسة وانه هو اللي كان خايف وانه فرح قوي انه كسب صديق زيه وانه المفروض كان يعمله احسن من كده وفي الاخر بيصحى ديل وبيفضلوا يدوروا على صاحبهم منتي عن طريق ريحته وفعلا بيلووا المكان اللي في الحيانات المتحولة وبيلقوا منتي اللي بيبقى اودانه وبعته دمفيل والشرطية بتكاسي السلصال قائد الشرطة وبتسلمه وكلهم بيتجمعوا في اخر الفيلم وهم بيحذروا وبيتحكوا فيلمنا النهاردة بيبتدي في كوكب كريبتون لما سوبرمان كان طفلي لسه وابوه وامو بيهربوا من الكوكب قبل ما يتضمر بس الكلب بتاعه ما بيرداش يسيبه ويروح يركب معاه وبيطيره والكلب يخلي الطفل ينام وبيصحى وهو كبير في وضوة نومه والكلب بيحاول ان هو يسحب كل الطرق لغاية لما بيصحر بيتيري الكلب وسوبرمان في المدينة وبيمسكوا مجرمين وبيدمروا اشراره وبينقذوا الناس من كوارث وبينزروا على الارض وبيفضل يرميلوا لها بقى والكلب بيفضل يجيبها لغاية ما دخلت في الشجرة فجابها له بالشجرة بيتكلم مع الكلاب وبيعرف ان كل شخص لما بيتعرف على واحدة بتاخد اهتمامه وينسى الكلب بتاعه ويخليه نام بره البيت ويتخيل ان البنت اللي مع سوبرمان بتاخد مكانه في كل حاجة والبنت بتقول له سوبرمان يشوف لكلب حاجة يتشغل فيها بدل ما بيحس بالوعب وبيجي محل الحيوانات وفيه كلب بيحاول يهرب من القفص وبقي الحيوانات بيتفرجوا عليه واول لما بيفتح القفص صاحب المحل بتقفله تاني بس الكلب بيقول لبقي الحيوانات ان هم هيهربوا وياخدهم مع المزرعة وكلهم نفسهم يروحوا وحيوانة اسمها لولو بتدعم كلامه وبتوري لهم الجهاز بتاعها وبيروح سوبرمان محل الحيوانات علشان يشتري له كلبه تعيش معاه بس الكلب بينتهز على فرصة وبيهرب من القفص للشارع وهو خارج بيجري يخبط في كلب سوبرمان ولما بيقوله ان هو هربان بيقفله علشان ما يخليهوش يهرب بيحاول ان هو يخدعه ويهرب بس بيجمد رجليه وسوبرمان بيشوف لولو ويشوف الكلاب بره بس الكلب بيقول لكلب سوبرمان انه بيشتري له حيوان يتشغل معاه لانه مش فضيله والراجل بيجي يمسك الكلب يرجعه للمحل وكلب سوبرمان بيحاول ان هو ما يصدقش كلام الكلب وبيدخل نفس المحل وبيشتروا قطة والباقي بيستنوا حد يختارهم كريبتو بيروح له هو بيقرأ ويحسوا بحاجة غريبة ويلاوى حد بيسحب نيزك فوق المدينة سوبرمان بيعرفه وبيترو يروح له هو الكلب وبيطلب من لكس ان هو يسيب النيزك فبياخده وبيرميه على الناس وسوبرمان بيقول لكريبتو ان هو يلحقه قبل ما يقع وبيلحقه في اخر لحظة وسوبرمان بيجي له ويقول له هيخرجه برا الكوكب بس ليكس بيمسكهم ويمسك النيزك فسوبرمان بيقول له ان هو عنده اصحاب مش زيه وبيجي له اكوامان وسايبيرج اللي بيحررهم من الجهاز واندر وومان بتخدهم في طيارتها وبيضرب عليهم النار بس جين لانتر بتضرب اللي بيضربهم ليكس بيلبس بادلة خارقة علشان يحاربهم وسوبرمان بيرجع يلحق النيزك هو وكريبتو بس ليكس بيدرب عليهم ساروخ لانه محتاج حتة من النيزك حتى لو هيضمره بيتير وراها بس فلاش بيلحقها قبل وبيخدها يرجحها لكريبتو بيحديف النيزك بعيد بس بيلحق ليكس ياخد حتة وهو بيجربها بيلاقي بات من في وشه وبيضربه وكريبتو بياخد حتة النيزك ويرميها بعيد بس قبل ما النيزك يخرج في الفضاء قالوله بتسحب بالجهاز بتاعها الحتة المكسورة وبتشدها لمحل الحيوانات وتقولهم ان خطتها اللي قالوا لها مستحيلة اهيب تتنفذ وبتقولهم ان هي كانت مع ليكس وهو بيدور في الالوان بتاع النيزك لحد لما وصل البرتقالي وكان عندهم خطة لغاية لما كريبتو وصلوهم ومع سوبرمان وبوازوا كل حاجة وحرروا الحيوانات وخدها وجبها محل الحيوانات وهي كميت تجاربها في القفص في المحل ووصلت لان النيزك البرتقالي ده ما بيشتغلش على البشر وانه بيشتغل بس على الحيوانات الاليفة وتحرقه وتاخد حتة النيزك وحيوان صغير وتمشي من المحل ويكتشف بقى الحيوانات النيزك اداهم كلهم قدرات خارقة وبيخرجوا من القفص والسنجاب بيبقى فاكر ان هو الوحيد اللي مبقاش زيهم بس بيطلع ان هو بيطلع سواع الكهرباء وبرقه وبيخرجوا من المحل كريبتو بيعمل فشار علشان يصهر مع سوبرمان بس بيلاقي بيلبس وصحبته جاء له هيخرج وكريبتو بيزعل بس سوبرمان بيسيبه ويخرج ويروح يتفرج على التليفزيون لوحده وبتروح لولو لسوبرمان وبترفع حتة النيزك وقدام مشه وبيقعه على الارض وبينادي على كريبتو بس ما بيسمعوش ولولو بتحديفه الطياره بعيد بيدربها سوبرمان وحتة النيزك بتقع في البلاعة وبيضرب عليها شوعة من عينه بس هي بتتفداء بتعمل درع حديد وبيتكتفه بيه بس بيفك نفسه وبيمسكها وهي بتجيب حتة النيزك واتقنه بيها وبيقع على الارض الكلب بيسمع وبيستغيص وبيشوف لولو وهي بتجره وماشى بيه بس لما بيجي يهتره علشان يلحقه ما بيعرفش وبيقع وبتطلع ان هي كانت حطاله من الكريبتونايت اللي اقدر دوعا في الاكله وفاقت قدراته وبيحاول يلحقه بس عربية بتخبطه بيكمل كريبتو وراه بس ما بيلحقه مش والسلسلة بتاعته بتنور وبيكلم ابوه ويقوله ان هو ينقذ سوبرمان بس هو بيقوله ان القوة الخارقة مش هي اللي هتخليه بطل وبيشوف نور في السمع وبيروح نحياته بقى الحيوانات بيستريحوا علما يوصلوا للمزرعة وكريبتو بيروح لهم بيدور على لولو بيلاي ان بقى عندهم قوة خارقة فبيقولهم ان هم لازم ينقذوا سوبرمان بس الكلب بيدربوا علشان ميسكوا وهو كان بيهرب وبيقولهم انه مبقاش كلب خارق وانه هم لازم يساعدوه بس بيسيبوه ويمشوه والسنجاب بيقوله انه هم رايحين المزرعة وبيكشف لهم كدب الكلب صاحبهم وانه مفيش مزرعة ولا حاجة فبيخدهم على جنب ويفهموا انه كان بيديهم امل للحياة فكريبتو بيقوله انه هياخده هو وصحابه مزرعته لو ساعدوه انه هو ينقذ سوبرمان وبيتفقوا انه هم يعملوا فريق خارق لولو بتروح لشوية اراني بتوريهم في التلفزيون ان ليكس اتقبض عليه ومحطوط في سجن مشدد وبتقولهم انها محتاجة معها جيش علشان تعرف انها تخرجه وكانت لسه هتحاولهم لخارقين لما باتمان بيوصل وبيقول لها ان المساعدة بتاعة ليكس اعترفته بكل حاجة بس هي بتدي للحيوانات قوة خارقة وبيهجموا على باتمان وبيحاول انه يضربهم بس بيتلموا عليه ويضربوه وقبل ما تمشي بتلاقي واندرومان مسكتها بالحبل وشدتها عندها والاراني بتروح تهجم عليها بيكمل كريبتو وفرقته تدوير على سوبرمان وبيسألوه عن سبب ان قوته راحل فبيقولهم انه كان حتة من نازك اللاخدر كانت محتطاله في حت الجبنة وبيشوفوا في التلفزيون لولو هي بتدمر المدينة وبتقضي على الابطال الخارقين ويروحوا للمكان ويشوفوا التدمير وبيخافوا انهم يواجهوها بس هو بيوقفهم وبيحاول ان هو يشجعهم ولولو بتشوفهم وبتخلي الاراني بيهجموهم وبينوتوا تحت والكلب بيحميهم من النار وبيجري كريبتو اللي معاني حياتهم وكل واحد منهم بيحاول يطلع من قدراته اللي لسه مش عارفها كلها بس كانوا بيستخدموها غلط والكلب بيتمسك يتضرب وكريبتو بيروح نحية لولو بس بتوقفوا قبل ما يوصل لها وتقوله ان هي هتدي سوبرمان الليكس وهو بيقولها ده كان بيعمل عليك انت تجارب فهي بتقوله احنا مزاي بعض وعادي يعني ان هو كان بيجرب عليها وبتقوله ان السوبرمان خلاص ما عادش بيهتم بيك وبقى مهتم بحبيبته اكتر وبتقوله ان هو هيتجوزها ولما بيكدبها بتطلع له الخاتم اللي لقاته معاه وان هو خلاص كان هيتدهولها وده معناه ان هو ما عادش مهتم بيك تاني وبتقول لبقى الحيوانات ان هم اغبية ومش عارفين يستخدموا قدراتهم وبتاخد الاراني بجتمشي بتروح خطيبة سوبرمان الليكسي وبتسأله عليه وبتوري له الدليل اللي وصلها ليه اللي محطوط في لولو بس هو بيقولها انه مالوش دعوه بالموضوع ده ولا شركته وليها علاقة باللي بيحصل ولولو بتحط الأبطال الخارقين في سجون وبيحاولوا يخرجوا منها بس ما بيقوش قادرين وبيشوفه اللي بيحصل على التلفزيون و سوبرمان بيقول لهم ممكن كريبتو ينقذهم وبيعود كريبتو زعلان لانه سوبرمان ما كانش قاله ان هو هيتجوز والكلب بيروح له ويقوله ان هو كان عنده صاحب وعايش حياة تانية وفي يوم كان ينقذ طفله صغير وفتكله ان هو كان يعده ويقول للمحل الحيوانات حيوانات بتحاول تتمرن على قدراتها الجديدة ولكن بيبقوا فشلين وكريبتو والكلب بيعرفوا ان لولو هتروح تهرب لكس من السجن وفعلا بتروح لولو والاراني بيدمروا السجن علشان يهربوه وكريبتو وفرقته بيركبوا الطيارة الخافية علشان ينحقوهم بس حاجة تضرب الطيارة توقحها على الارض ويلاقي القط ويقول لهم ان لولو حرارته ويدرم عليهم صواريخ بيجروا منها والطيارة تنفجر بيستخبف عربية ولكن الخنزلة تكشفهم وتوصل تحدف عليهم قنابل ولكن تجدهم مش في العربية ويكلمها كريبتو من وراها ولما بتضربه والكلب بيحميه فتطلع كنبيلة وترميها عليهم بس السلحفة بالسرعة بتاعتها الخارقة بترجعها تاني علشان الكمبيلة تضرب فيها والخنزلة ترمي عليها صندوق الزبالة وتفرق على جواه ويلاقوها ما ماتتش ويروحوا علشان يلحقوا سوبرمان ويوصل كريبتو السجن ويلاقي لولو بتخرج ليكس من السجن وبتوردله صور الأبطال الخارقين اللي حبساهم بس قبل ما تفتح الزنزانة الخنزلة بتنط فوقها وباقي الفرقة بتوصل وبتهددها توقع الباب الحديد فوقها علشان تسيبها بتدخله ولولو في السجون الفاضية وتحبسهم وبتخرج ليكس بس ليكس بيخدحها وبيحبسها كمان وبيخرج المساعدة بتاعته ويمشي كريبتو بتقوله تنضم الفريق وينقذ السوبرمان بس بتطري عليه وتقوله في أقل من نصف ساعة كل الخارقين هينفجروا بتدخل القرانب علشان تخرجها وبتقولهم ان هي هتنتقل من ليكس هو كمان وبتمشي من السجن بيروح ليكس عند الأبطال الخارقين وبيبقى طبعا مبسوط ان هما هيتفجروا ويموتوا وكريبتو اللي معاها مش عارفين هيخرجه من السجن ازاي وهو بيشايل نفسه زنب اللي حصل وبيقول ان ابو كان عنده حق لما قاله ان مشكلته في نفسه وانه مش لازم يبقى عنده كوة خارقة علشان يكون بطل بس هما بيتكلموا بيتفاجئوا انه طير في الزنزانة وقدراته رجعته تاني وبيخرج منها وبيستخدم شوع العين وبيخرج بقى فريقه وبيبقوا عايزين يروحوا معاه بس هو بيرفض ويقولهم ان ان دي غلطته وهو هيعليجها بنفسه وبتوصل لولو والقرانب لشركة ليكس علشان تقتل سوبرمان بس كريبتو بيوصل علشان يوقفها القرانب تهجم عليها بس هو بيقضي عليهم بكل سهولة ولولو بتدخل علي ليكس والابطال الخارقين بيحاول يتوسل لها بس هي بتعمله زنزانة جنبه وتحبسه فيها والمساعدة بتهرب ولولو بتقفل عليهم وبيوصل كريبتو قبل ما تفجرهم وبيطير بيها من الشباك وحبيبة سوبرمان تشوفهم من الطيارة بيسألها عن سوبرمان بس بتكون ضغطت على المفجر من بعيد وكريبتو بيسيبها علشان يلحق سوبرمان بيطلع ليكس عامل مكتبة سفينة فضائية وبيطير بيهم فوق والقرانب وهي بتنوت بتقول لي كريبتو ان يفيكم بلع على السفينة الفضائية ولو خرجت بره الغلاف الجوي هتنفجر وبيطير علشان يلحقهم بس لولو بتندهله وكانت ماسكة الطيارة اللي فيها حبيبة سوبرمان علشان تشتته وبيوصل بقى لفريق بتاعه ولولو بتوقع الطيارة وكريبتو بيروح ينقذها ولولو بتتدايق الخنزلة بتكبر حجمها جدا لغاية لما توصل للسفينة الفضائية والكلب واقف على وشها والسلحفة بتجري وتخبط الكلب والسنجاب فوق ظهره علشان يوصل له للسفينة الفضائية وكريبتو بيهجم على ولولو ويدربها بس بتضربه اوتوبيس وبتعمل كرة من ببنة وتحدفه بيها بس بيخرج منها بالليزر والكلب والسنجاب ينزلوا فوق السفينة والسنجاب يقطع السجن من السفينة ولكن يبقف على حتة الكلب بيكملها ببقه وفجأة كريبتو بيسمع صوت انفجار وبيبص عليه ولولو بتهجم عليه وتوقعه تحاول تخنوه وتقوله ان كل شيء انتهت ولكن يلعيهم طيارين قدامهم كلهم بالسجن وينزلوا بالسجن على الارض والخنزيرة بتحميهم من الاستضان ويهجم كريبتو على لولو ويدربها ويطيارها وتخبط في حيطها والحجر بتكسر والحيوانات بيخرجوا الابطال الخارقين من السجن لولو بتجمع اللي بقي من الحجر وتدخلوا في جسمها وتتحول لوحش ضخم جدا يهجم عليها كريبتو بس بتضربه ضربة قوية بالطيارة سوبرمان بيجي يهجم عليها بتكتفوا بالحجر الأزرق الباقي كلهم بيهجم عليها مع عدب اتمن لانه بيحب يهجم لوحده معلش ويضربوها كل واحد بقدراته الخارقة وهي مش عارفة تعمل لهم حاجة لحد لما بتتدايق وتضربهم تبعدهم كلهم عنها بيخرج لها كريبتو يهجم عليها بس بتوقفه قبل بيوصلها وتضربه وتقول له مفيش حاجة هتقدر تتوقف بيفتجر القدرة الخارقة اللي بيعملها من الشمس ومحدش بيقدر يعملها وبيتير والكل خايف عليه من موت ويروح في اتجاه الشمس ولولو بتشد الحيوانات لحيتها علشان تنتقم منهم والابطال الخارقين بيجيوا يهجموا عليها بس بتضربهم من بعيد بيوصل كريبتو عند الشمس ولولو بتحرق في الحيوانات وبتسيبهم لما بتلاقيه بيهجم عليها بيضربها بقوة الشمس وبيقضي عليها والكلب بيحاول يحمي منه النار وبيقع الاتنين على الارض وبيشكره انه هو انقاذه وبيقوله ان الكلاب وفية ومخلصة لاصدقائها والقلانة بتمسك لولو وتحبسها وبيحرره سوبرمان من الحجر الاخدر ويروح له كريبتو علشان يحضنه بس بيلاقي ان حبيبته رحيت له فبيقف وبيزعله وبيرجع تاني وهي بتقول له سوبرمان ان كريبتو انقاذه وبيسمعه وهو بيقول كلام حلو فيه فبيفرح ويروح له يحضنه وبيعتذر له ويقول له ان انت هتفضل صاحبي دايما ويرجع له ختم الجواز بتاعه ويدهوله اللي بيقدمه لحبيبته وبتوافق النهاية تتجوزه والحيوانات بيروحوا يسلموا على ابطال الخارقين وباتمان بيلبس الكلب زي في الميلة النهاردة بيبتدي بسفينة فضاء عليها 1200 رائد فضاء متجمدين لحد لما السفينة توصلتهم بس السفينة نزدت في كوكب مش معروف وكان مسؤول عن نقلهم باز واثنين معانا ونزل باز بالسفينة على الكوكب وصحى الاتنين اللي مسؤولين معانا علشان كان عايز ان هما يستكشفوا الكوكب ده مع بعض بس فجأة نبات في الارض بدأ يسحب السفينة لتحته وما ارخدوش بلهم وبعد لما مشوا شوية لقوا النباتات وحشرات بتطير بتهاجمهم وهم قاعدوا يقوموهم لحد ما تخلصوا منهم اكتشفوا ان السفينة بتتسحب فجروا بسرعة عليها علشان يطيروا بيها باز راح علشان يسوق السفينة بيحاول يطلع بيها بس النبات بيشدل تحته وبيقوم لحد ما نجح ان هو يفلت السفينة من النبات وطلعت بس في اتجاه غلط كانتها تغبط في الجبل بس باز عارف ان هو ينجح يعدي بها منه بس السفينة بتتخبط برضه وبتقف والكريستالات اللي بتشغل محرك الكسرت وبوزت ومن غيرها مش عارفوا يتحرك قاعدوا يدوروا هيعملوا ايه مفيش قدامهم غير حل واحد ان هم يبدأوا يستخدموا الحاجات اللي على الكوكب وان هم يحاولوا يصنعوا كريستالات غير اللي اتكسرت علشان يعرفوا يرجعوا الكوكب بتاعهم عدت سنة عليهم في الكوكب ده كانوا عملوا فيها مدينة كاملة هناك وصحوا الالف وموتين رائد فضائل اللي كانوا نايمين على السفينة علشان يعيشوا معاهم في المكان ده قدر بازل ان هو يعمل اول نموذج من الكريستالات وكان لازم ان هو يجربها علشان يتأكد ذكات شغالة ولا لا فطلع بطيارة علشان يجربها وطلع للفضاء والتجربة كانت مدتها اربع دقايق فضل بازل طاير شوية في الفضاء الكريستالات مكانتش مستقرة فبوزت المحرك بتاع الطيارة ونزل تاني علي الكوكب بس لما نزل لقى كل حاجة متغيرة واكتشف ان كان بقالوا اربع سنين في الفضاء مش اربع دقايق ودي حاجة اسمها تمدد الزمن ساعتها باز حاس بالزنب اكتر لانه خلى كل الناس اللي معاه قعدوا في الكوكب اربع سنين كمان بسبب غلطته كانوا جايبين لباز قط آلية علشان يوانسه ويوسيه يعني وتاني يوم باز كان مكرر ان هو لازم يحاول تاني وبيكلف القط بتاعه ان هو يحاول يحل المشكلة بتاع عدم الاستقرار بتاع الكريستالات دي وراح باز خد نموذج تاني من الكريستالات علشان يجربه في طيارة تانية زميلته كانت لسه بتحاول تبنعه بس هو كمصمم وتربل طيارة علشان التجربة التانية بس برضو التجربة التانية فشل ولما نزل لقى عدد اربع سنين تانيين ورجع لقى كل حاجة تغيرت وجرب كتير وكل تجربة كان بيعدي اربع سنين وبيرجع بيلاقي الدنيا بتتغير عن الاول حتى زميلته لقىها كبرت وعجزت وماتت وسايباله رسالة بتقوله ان هي عينة قائد مكانها ومع ذلك بص بيقول ان هو هيستمر في المحاولة تاني بس القائد بيقوله خلاص معاش في مجال المحاولة لان احنا قررنا اصلا ان احنا نفضل هنا وورروا تخطيط لضرع ليزر كبير هيحمل مدينة من اي كائن على الكوكب حاول بص يقنعه ان هو يحاول تاني بس هو بيرفض ورجع لقىه وهو ياقس لغاية لما القى قاله ان خلال السنين اللي فاتت دي قدر يحل مشكلة عدم استقرار الكريستالات وبس خد لقى ورح يجرب التركيبة الجديدة على الكريستالات بس الكمبيوتر اتكسر ومبقاش كده فاضل غير الكريستالة واحدة بس اللي معمولة جديدة ركب دماغه وضعها في طيارة وطار بيها الحراس حاولوا انهم يمسكوه بس ملحقهوش بعد لما طار بيجرب الكريستالات لقاها فعلا انها مستقرة والمحرك شغال معها كويس بعد لما خلص الاربع دقائق اللي بيعده على الكاوكب اربع سنين نزل بالطيارة ولقى كل شيء متغيره وهو بيحاول يتصل على القاعدة بتاعته وظهرت بنت فجأة شدته علشان يستخبه من روبوت ضخم الروبوت حت جهاز على طيارة باز والاثنين اختفوا والبت قالت له انه هو كده اخذ الطيارة للسفينة الكبيرة اللي فوقيه وعرفته على نفسها وان دي تبقى حفيدة زميلته القائدة اللي ماتت وكمان عرفته على الفريق بتاعها وقالت له ان من اسبوعين وصلت السفينة دي ليهم وهاجموا عن القاعدة القائد شغل درع الليزر وبقى هو والناس محبوسين جوه بس احنا بقى كنا في مهم استكشافية بره فانفصلنا عن بعض ومش عارفين نوصل لهم وقالت له كمان انهم عارفين ان السفينة الكبيرة دي بتتحكم في الروبوتات وقالت له ان هي وصحابها خططوا يطلعوا على السفينة علشان يضمروها بس كانوا محتاجين طيار لانهم ما بيعرفوش يسوقوا الطيارات باز قال له انتو لسه صغيرين واسبوني انا هروح اعمل كده الواحدي ولما راح مستوضع الطيارات علشان ياخد طيار رلقاهم رايحين وراه بيكلمون بس فجأة بتهكي منهم حشرات كتير قدروا يحبسوها وينكزوا نفسهم منها ولبسهم بدل رواد فضاء وخلاهم يشغلوا خاصية التخفي اللي موجودة في البدلة وقال لهم امش انتو وكده الحشرات مش هتشوفكو وانا هروح اضمر السفينة دي الواحدي راحوا وقضت فعلا ورقبوا الطيارة والاطفال كانوا ماشيين وسط الحشرات ومحدش كان شايفهم بس النظام ده كان بيشتغل لفترة معينة ويفصل وهم ما معرفوش الكلام ده وفجأة بيلاوا الحشرات شايفاهم وبيهجموا عليهم فبيفضلوا يجري وهم يجريوا وراهم جريوا بسرعة ناحية الطيارة دخلوا كلهم وهو تربيها فعلوهم انه هو هينزلهم في مكان بعيد وبعد كده يروح يكمل خطته بس قائد الروبوتات كان شافه ومنزل يضرب نار على الطيارة ومعرفوش يهربوا منه لغاية لما طيارة باز وقت بس الروبوت بقى كويس انه ما شافش هي واعد فين بعد الاستدام خرجوا كلهم من الطيارة ولقوا ان فيه جزء صغير باز منها واسم المكسف وعلشان الطيارة تشتغل لازم انه يتغير بالصدفة لو جنبهم محطة مهجورة راحوا دوروا فيها والقط لقى واحد وبس كان جالوا يقسم كدر المشاكل اللي وراء بعض والله عنده حق وكان بيلوم نفسه ان الناس دول فضلوا على الكوكب كل دون بسببه هو وبرضه عنده حق هو العمر فيه كماربع صنين يعني عشان يضيعهم بس حفيزة القائدة بتصبره وبتقول له ان هم عاشوا هنا حياة كويسة جدا وكانوا مبسوطين وهم اغدين المكسف ورجعين يسلحوا الطيارة هجم عليهم القائد بتاع الروبوتات بس هو بيهاجمهم مكانش عايز يمسك حد غير باز وفضل ان هو يترده وطبعا باز استغل النقطة ديا في انه يبعدوا عن الاطفال لغاية لما وصل لحتة سد وكده اتحاصر بس الزميل جولوا وضربوا نار على الروبوتات وجريوا كلهم على الطيارة ريبوتات كتير نزلوا من السفينة يهاجموهم ويجريوا عراهم وبازو اللي معها كانوا بيدربوا نار عليهم ضمروا منهم ريبوتات كتير بس هم ما بيخلصوش واحد من الروبوتات قدروا يحط جهاز من بتاعهم على الطيارة بس قبل ما يضغط على الجهاز ويشغلوه باز كان ضربوا بالنار وقام وكانوا خلاص يطلعوا بالطيارة الفوق بس للأسف البنت دست على زرار بالغلط بيفك كريستالا اللي فيها والطيارة نزلت على الارض واحد من الروبوتات لقاها واخدها وطلع جري على السفينة بتاعته وكده خلاص الطيارة مش هتطير وفجأة ظهر قائد الروبوتات وخطف باز وطلع بلي السفينة بتاعته واكتشف ان فيه حد بيتحكم في الروبوتات ولما ظهر لقا باز برضه بس كان عجوز باز مكانش مصدق عينه ولا فاهم اللي بيحصل بس باز العجوز شرح له كل حاجة وقال له انه لما جربت كريستالات وناكحت فاخر مرة نزل على الكوكب والقاعد كان عايز ان هو يقبض عليه لانه خلف الاوامر بتاعه بس باز هرب منه وساعد الطيارة باقصى سرعة ومن كتر السرعة سافر للمستقبل وارجع تاني بس رجع وهو عجوز ومعها الروبوتات ديه وحاصر بيها القاعدة ونتيجة الكلام ده ان باز العجوز هو اللي جربت كريستالات ونجحت معانه وان باز الصغير يرضى الماضي وباز العجوز قال له مدام قدر يسافر للمستقبل فهو يقدر ان هو يرجع للماضي ووقتها مش هينزله اصلا على الكوكب اللي قاعده فيه سنين وكل حاجة هترجع زي ما كانت للاول خالص وباز العجوز طرب منه الكريستالة بتاعته لان اللي كانت معانا بازت لما سافر في الزمن باز الشاب طبعا فرح ان غلطته اخيرا هتتصلح وهيرجع لحياته من الادينة تاني بس شاف سلوط القائدة اللي ماتت وقال للعجوز بس كده كل حاجة حصلت هنا ولا اكنها حصلت وان القائدة دي مش هيبقى عندها عيلة فالعجوز قال له عادي هي اصلا مش هتعرف ان هي كان عندها عيلة ولما طلب منه الكريستالة تاني مرضيش الدهول المراضي وان هو غلط مرة زمان ومش عايز يكرر الغلط تاني ويرفد ان هو يرجع للماضي علشان ما يدمرش الحياة اللي الناس بنوع على الكوكب ده كان هيمشي بس العجوز خلى الروبتات ان هي توقفه في نفس الوقت اللي البنت واللي معها ما كانوش عارفين هيعمله ايه لقيت لما ضغطت على الجهاز اللي الروبوت حطته على الطيارة ولقوا نفسهم اتنقلوا كلهم للسفينة اللي فيها باز رحت البنت تدور عليه وقالت لزميلها خليكنتوا هنا احموا الطيارة في الوقت اللي العجوز كان خاد الكريستالة وكان لسه هيدغط على الزرار اللي هينقلوا الماضي بس القط كان نجح ان هو يخضره لانه كان موافق على كلام باز الشاب وكمان فكه وراحوا لغرفة القيادة وبس شغل حاجة اسمها التفجير الذاتي للسفينة لما بيرجع العجوز وبيحاول ان هو يقتله بس البنت كانت وصلت وحدفت له سلاح وشغلت الجهاز اللي بيتنقل بيه ونقالهم عند الطيارة بتاعتهم ورجبوا كلهم الطيارة وبس بيحط الكريستالة في مكانها بس لقى السفينة الكبيرة تفجر واتحدف هو الكريستالة في الفضاء والطيارة اللي فيها التانيين كانت بتقع بس بيلاقي الطيارة بتاعته واللي خدوها منه في الاول اول منزل فبيمسك فيها ويركب الكريستالة وبيسوقها وبيروح علشان يلحق اللي معاه بس العجوز كان وصل ليه وبيدمر في طيارته واخد منها الكريستالة بس حدف نفسه من الطيارة وضرب نارة على الكريستالة فانفجرت هي والعجوز بالربوت بتاعه في الوقت اللي خلاص طيارة زميله كان هتتضمر وتخبط في الكوكب بس هو طار نحيتهم بالجناحات اللي في البدلة واعد المسار الطيارة علشان ما تخبطش ونجحوا وهم جمع ان هم يشغلوا حاجة اسمها بطاريات الطوارئ علشان ينزلوا بالطيارة سليمة ولما نزلوا وجدوا قائد القاعدة انه هو فك الدرع بتاع الليزر للحوالين المدينة طبعا ما هلقوا سفينة الروبوتات خلاص يتضمر وقالهم هو ورجالته ويقول لباز ان هو المفروض ان هو يسجنه علشان خلف الاوامر بس انا مش هعمل كده وبيكلفهم كمان يشكلوا فريق من حراس الفضاء وباز هيبقى القاعد بتاعهم لانهم هيكملوا حياتهم على الكوكب ده وهيبنوه وهيكملوا عيش فيه ورجع باز حارس فضاء بحافظ على حياة الناس من الضماغ بعد ما شفنا في الجزء الاول ان سونيك درب دكتور اجمن ورماف كوكب الماشروم وفاد المحبوز فيه 243 يوم وقرر انه لازم يلاقي طريقه علشان يرجع وصنع جهاز من بقية الطيارة بتاعته وشغلوا عن طريق الشوكة بتاعت سونيك والجهاز عمل انفجار قوي جدا برا الكوكب وهو واقع من الانفجار واغم عليه وفيه حد فتح حلقة عنده علشان يعرف مصدر الانفجار ده ايه وكانوا ثلاث جنود لكن دكتور اجمن كان عمل حسابه عليهم وعمل لهم فخ وخلص منهم ورح يخرج من البوابة لكن لا واحد شبه سونيك لكن اضخم شوية ولونه احمر واسمه ناكلز ويسأل دكتور اجمن انت جبت الشوكة الزرقه منين قال له من واحد شبهك على الارض بس مدي على زرق وهيكون سعيد لو دله على مكانه وعلى الارض بيكون الشرطة بتطرد اصابه وتحاول تقبض عليها ومن حسن حظهم ان سونيك كان موجود وشاف اللي بيحصل وقرر انه يشارك ودخل خلال العربية من الحرامية ولان العربية لم يكن فيها فرامل سيلبس فبسرعة جدا يفكك العربية الميت قطع والشرطة بتقبض على الحرامية وسونيك جريع تاني لمدينته وبيته وكان خايف قوي هو داخل لانه تقريبا كان خارج من وراء توم ومادي وشاف خريطة الكواكب وكان فيها ريشال لونج كلو المربية بتاعته فافتكرها وكان حزين جدا لانها وحشته وتاني يوم توم ومادي سيروحوا هواي علشان يحضروا حفل الجواز ريتشيل اخت مادي وسونيك عمل معهم الصح وفتح لهم بوابة تبعاتهم على هناك على طول ودهم حلقة علشان لما يحبوا يرجعوا وده تيلز اللي شوفناه في اخر الجزء الاول ولسه يدور على سونيك والجهاز اللي في ايده بيقوله انه خلاص قرب منه وتيلز بيستخدم ديله علشان يطير بيه وسونيك وهو قاد في البيت فجأة بيدخل عليه دكتور اجمل ولما شافه سونيك اتصدم وقال له انا خليك تندى منين ترجعت هنا تاني وهاجم عليه لكنه اتفاجئ بناكلز ظهر من وراء اجمل وضربه وسونيك كان مصدوم لما شافه وهاجم عليه لكنه ناكلز ضربه تاني وطيره بره البيت وسونيك هاجم عليه تاني لكنه ناكلز مسكه بايد واحدة وقال له انا لازم ارجع القوة الخارقة لشعبي تاني وقال له ان قابلة لونج كلو المربية بتاعته هم اشد اعداء لقابلته وفي كتير مننا مات علاق ديهم وانت بقى هتموت على ايد لكن تيلز وصل في وقته وكان راكب عربية شرطة وضرب ناكل وقال له سونيك انا في صفك اركب بسرعة وهربه وناكلز فاء وطار وراه وتيلز قال له سونيك انه ناكلز مهوس انه يوصل لحجر الزمرض وعنده اعتقاد ان انت المفتاح علشان يلاقي الزمرض الاعظم ده وناكلز بينطه فوق العربية وبيحلف انه مش هيسبه فتيلز بينطه بالعربية من على منحضر عادي وخد سونيك وطار بس ناكلز اعرف يهرب من العربية هو كمان والعميل اسدون كان فاتح مطعم وشغل فيه ومفتقد الدكتور اجمن قوي وفجأة جاء ورسالة منه فقف المطعم بسرعة وشغل الامر الصناعي اللي ينزل منه قلة كبيرة مليانة طيارات درون وايجمال قال لناكلز انا هساعدك علشان توصل للزمرض بتاعك وانتا تساعدني علشان ندمر سونيك وسونيك خد تيلز وراح لزابط الشرطة مساعدتهم اسمه واين وكان عمال بيفكر ايه علاقة لونجو كلو بالزمرض اللي ناكلز عاوزه وفتح الخريطة بتاعت الكواكب اللي لونجو كلو اديت هاله وشاف فيها رسمي على شكل زمرض ولما لمسها فجأة الخريطة بدأت تطلع ضوء وكانت عبارة عن رسالة مسجلة من نونجو كلو اللي بتقوله فيها ان العالم ده هو المكان السري للزمرض الأعزم والزمرض ده عنده قدرة انه يحول كل الافكار اللي بتفكر فيها الحقيقة وهي كان واجبها انها تحمي الزمرض ودلوقتي بما انها ماتت نقلت مسئولية حماية الزمرض لسونيك وسونيك عارف من الخريطة انه محتاج يروح لسيبيريا وفتح بوابة وصله هناك ورحوا وتلز مع بعض واجمن وصل عند العميل أستون والعميل أستون قال له كلمة السر والمكان تحاول المختبر وسونيك مكانش عارف يمشي من قوة العصيفة والتالج وشاف مكان منور فقال لي تلزي يلا نروح هناك واول ما دخلوا عليهم كانوا لابسين هدوم تخفي علشان محدش يشوف شكلهم ودخلوا وطلبوا أكله وفجأة سونيك جاءت له رسالة من تون علشان يتطمن عليه فقال له طب من خالص أنا قاعده وأتفرج على التلفزيون والرسالة دي طلعت من دكتور إجمن وكانت مجرد اشتغالها علشان يعرف يوصله وفعلا نعرف مكانه والناس اللي في المكان عند سونيك مكانتش مرتحاله وحبوا يوجبه معاه والهدوم بتوع من عليهم ولما بشوفهم على حياتهم بيبقوا عايزين يولعهم فيهم وتلزي قارف كلمة من الجهاز بتاعه وبيقولها في سايبيريا وقت ما يبقى في مشاكل وهي عبارة عن انهم يطلبوا مبارزة وفعلا الناس سابتهم وعملوا دايرة في المكان وفيه ناس دخلت علشان تبارزهم وكانت مبارزة بس فرق وسونيك شغل الأغاني اللي بيحب اسمعها وخرب الدنيا هو وتلز وكانوا عاملين شغل حلوة وعلموا عن اللي بينافسهم والناس احتفلت بيهم وسونيك وتلز بقى أصحابه وراحوا يناموا علشان تاب وتاني يوم تلزي خد وطار علشان يكملوا طريقه وراحوا لحد ما وصلوا الجبل للتلج الأملاق ده وكان فيه نفق كبير لما دخلوه لقوا فيه باب على شكل بومة كبير وكان مكتوب فيه ان زمورد القوة دوا كانوا سبعة بس اندامجوا مع بعض وكونوا أقوى صلاح في الكون والسلاح ده بقى زمورد الأعظم وقابلت لونجو كلو انتصروا على الشر اللي كان بيستخدم الزمورد في تدمير العالم واقسموا انهم هيحفظوه في مكان بعيد وبعد كده سونيك شافت مسال على شكل بومة وتحتها حجر على شكل رموز زي كلمة سر كده وحلها كان معاف نفس الخريطة ولما عملهم صح لبومة طلعت ضوء أخضر وفيه البصلة اللي هدلهم على مكان الزمورد بس ملاحقواش يفراحوا لانهم اكتشفوا انهم متحصرين من إجمل ونكل بس سونيك عرف يضرب ناكلز بصاروخ من صاريخ إجمل وهرب من مكان وقال لتيلز فك انت من الجو وانا هفك من الأرض وكان فيه كمية طيارات درون كتيرة بالطرد غير طبعا الشوية اللي ورا تيل بس سونيك تلع خطر وبدأ يرؤس بلي وسطهم ودمرهم كلهم وناكلز وصل وبدأت مطاردتهم مع بعض وناكلز يدي له واحدة وكان هيوقع لكنه مسك في آخر الجبل وحلقاته كلها وقعت منه بس يقدر يخرج ثاني ووقف يكلم ناكلز وقال له انت جئت بواست حياتي كلها بس ناكلز يقول له انا اللي خسرت كل حاجة بسببه لان قبيلتي عرفت مكان لونج كلو وقررت انها تسترد الزمورد بس سوية منعني ان انا نروح معاهم وبعد ما راح يحارب لونج كلو مرجعش تاني وسونيك تصدم لانه عرف ان القبيلة اللي حاولت تقتله ولونج كلو هربته منهم هو صغير دي قبيلة ناكلز وكانوا رايحين علشان يقتلوا لونج كلو وقال له احنا اللي اتنين خسرنا كل حاجة في اليوم ده وناكلز كان ابتدى فعلا يتأثر بكلامه لكن تيلز وصل وكهربه وهو مش واخد باله فقال لي سونيك انت بتغضر بيا وسونيك قال له لا دي ما كانتش خطته ورمى البوصلة لتيلز علشان يخدها لاجن اجمن ظهر قدامه واخدها قابله وضربه صاروخ وسونيك راح يساعده وناكلز استغرب لان سونيك فضل انه يساعد صاحبه على انه يحاول يرجع البوصل والمكان بدأ ينهار وحصل انهيار تلجي وسونيك خد تيلز وهرب وفي الفرح تليفون توم بيرن والناس بصطله لما لقى من سونيك كانسل عليه فاتصل عليه تاني ورد وسونيك قال له انا محتاج مساعدتك بسرعة وعاوزك تستخدم الحلقة اللي ادتها لك علشان ضد قصد دلوقتي وتفتح لي بوابة فتوم بيفتح بها بوابة بس بيدخل على صفة سلجية كبيرة عليه وسونيك بيقول لي توم ان الدكتور اجمن رجع وهو اللي عمل فيه كده بس فجأة بتحصل حاجة غريبة وصحاب العريز بضربه سونيك بصعق الكهرباء فيغم عليه وكمان بيهددوا توم ومادي بالاسلحة وردشل اتصدمت لان كل ده طلع فخ والعريز طلع عامل فدرالي وكل ده العمل زيه والفرح ده كله كان مجرد فخ علشان يقبضوا على سونيك وقبضوا على سونيك وتيلز وتوم ومادي بتشوف شنط التيلز وقع على الارض وقع في التضرب الحراس بالاسلحة اللي لقيتها فيها وبتحررهم وايجمن بدأ استخدم البصلة وعمل الدق اخدر تحتهم ودخل البحر في قسم ونصين وعمل دق كبير ووصل للسماء وسونيك شافوا فساب توم ومادي وراح بسرعة علشان يحاول يمنحهم انهم ياخدوا الزمر وتيلز بيفق متأخر لانه مش خلاص وسونيك استخدم كل سرعته علشان يقدر يجري فق المياه ونجح انه هو يوصل للشاطئ اللي هم عنده والمكان كان مليان فخاخ كتير ويجمع بيستخدم آلة علشان ترتشدوا يتخطى الأفخاخ دي بس سونيك لما بيوصل يعدي من فوقهم بسرعة وكان بيهرب قبل ما يفكروا حتى يستدوا أو يلمسوا ونجح انه يوصل للزمرد قبلهم ودخل في معركة كبيرة مع ناكل بس وهم الاتنين بيدربوا في بعض ومشغرين في المعركة اللي بينهم اجمل غفلهم مرخض الزمرد وبعد ما مسكها اختفى والمعبد اللي هم فيه انهار وفي حجر وقع فوق ناكلز ومعرفش يطلع من مياه وسونيك رفض يتخلى عنه ونزل علشان ينقزه وفعلا ناكلز بيعرف يطلع لكن سونيك المراد دي هو لا يعرفش يطلع وبيغم عليه وناكلز نزل سعده وطلعه وبقى أصحاب خلاص لكن متأخر للأس وتنزل وصلهم علشان يساعدهم والجيش هجم على ما عمل دكتور اجمل لكن اجمل كان معه قوة كبيرة واستخدم حديد الدبابات والمضارعات بتاعتهم علشان يصنع بيهم روبوت عملاق جدا وكان هو بيتحكم فيه من جوه وناكلز وصل مع سونيك وتيلز علشان يحاولوا يوقفوه لكن ما بقدرواش يعملوا معه حاجة فبيقرروا يشتغلوا مع بعض ويكون العمل جماعي وكانت المعركة صعبة لانهم بحربوا روبوت بدأ في حجمهم الف مرة لكن سونيك شتت انتباهه وتيلز وناكلز قرفوا يدخلوا في الروبوت ويضربوا اجمان ويأخذوا منه الزمرد وبعد ضعيف بدون قوته وسونيك شاف الزمرد واحد على الارض فراح يأخذها وهو وخلصانه ومش قادر يتحرك وايجمان كان يفعصوا بالروبوت بتاعه لكن تم مادية انقذوا على اخر راحزة وهربوا لكن مش كتير لان اجمان بيدربهم والزمردة بتتفتت في ايده وبيخرج منها سبع زمردات وايجمان عمل عليهم دايرة نار وكانوا يفعصهم وهم استسلموا وقرروا انهم يموتوا مع بعض لكن الزمرد اتحدوا وعملوا دايرة ودخلوا في سونيك وبعد كده اجمان داس عليهم لكن سونيك كان شايل رجل الروبوت ودال انه بقى لونه اصفر ومطور بسبب الزمرد وقوي جدا وكما بيطيق وضمر الروبوت بتاع اجمان وضربوا كتير لحد ما فرتكوا وسابوا ويقع شبه البغل كده ولما سونيك نزل ناكل زوقف قدامه وقال لت امه مادي دمعتش سونيك اللي تعرفوه لانه مع قوة الزمرد وفعلا سونيك بيعمل عاصفة قوية وسودة في السماء وبيخافوا منه بس بيطلع طار بأردر عادي سندويتش هودوج وكمان طلب واحد لتناكلز معاه وبعد كده سونيك ساب الزمرد يطلع منه ويطير في السماء وناكلز خاد رمض الزمرد الكبيرة ورجحها تاني زي ما كانت وقال لسونيك وتيلز لازم نستخدم قوةنا في اننا نحميها ونحمي الكون من اي حد عاوز يقزيه وكمان نقصص قابلتنا الجديدة ورحوا بقى علشان يلعبوا لعبة البزبول مع بعضه وبقوا أصحاوه والعميل ستون كان متخفي في وص الشرطة اللي كانت بتدور على جث الدكتور إيجمن واحدة بتقول القائد بتاعها انها لقيت ملف في قاعدة البنات بتاع الدكتور إيجمن والملف ده في موقع لمنشاية بحث سرية جدا وكان بيصنع واحد شبه سونيك بالزبط واسمه المشروع شادو ده موصلت انهاية في الميناء يبقى حبيتنا ولازم تشترك عندنا وعالت في كلمة ونص هتزيد بيك واحد وما تنساش تفعل الجراز علشان يظهر لك الفيديوهات بتاعتنا اول باول